بعد إعلان الأمم المتحدة عدم إمكانية العيش داخل قطاع غزة في عام 2020 جراء الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيوني على القطاع منذ نحو 13 عاماً تطفو على السطح عدة تقارير موثقة تكشف حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل القطاع هنا في مدينة اسطنبول عرضت جمعية غزي ديستيك المتخصصة في الشأن الإنساني لقطاع غزة تقريراً حمل عنوان تقرير الحالة الإنسانية لقطاع غزة بيّنت فيه أبرز الأرقام التي تظهر حجم الكارثة التي وثقت خلال عام 2018 داخل القطاع الذي يسكنه أكثر من مليونين سما ارتفاع مستويات البطالة إلى أعلى نسبة على مستوى العالم بمعدل 52% وبلغت نسبة الأسر التي تحتاج المساعدة إلى أعلى مستوياتها بمعدل 86% لا تدعو هذه الأرقام للاستغراب كثيراً في ظلي تصنيف البنك الدولي اقتصاد قطاع غزة بأنه الأسوأ عالمياً خلال العقدين الأخيرين وبحسب التقرير أيضاً فأن نسبة تلوث المياه في غزة بلغت 97% فضلاً عن موجود نحو 10 ألاف منزل مدمر وغير صالحاً للعيش إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة 18 ساعة بشكل يومي ناهيك عن عدم توفر نصف الأدوية الأساسية داخل القطاع يأتي هذا المؤتمر في اليوم العالمي للعمل الخيري لإطلاق الحملات التي تنذر بأن قطاع غزة لن يكون قابلة للعيش حسب تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي هذا المؤتمر يوجه لساية تحذير إلى كل العالم بأننا على وشك كارثة إنسانية في قطاع غزة أشهر قليلة تفصلنا عن ساعة الصفر والأصوات تتعالى للمطالبة بإجراءات أممية جادة لوقف انتهاكات الاحتلال وإنقاذ مدينة لها أسلوبها في إعلان جدارتها بالحياة رغم شبح الموت الذي يحاول فرضه الكيان المحتل